اهلا بكم اعزائي طالبات وطالبات الصف الثالث الثانوي في درس جديد من دروس مادة الفلسفة والمنطق ودرس اليوم بعنوان المراحل الاساسية للتعامل الانساني مع البيئة مرة الانسان بعيدة مراحل لتعامله مع البيئة هم خمس مراحل نشوف كده مع بعض التعريف المنطقي للانسان الانسان هو الكائن الحي الوحيد الذي يمتلك القدرة على التأثير في البيئة المحيطة به وهذا ما يميز الانسان عن غيره من الكائنات الحية الاخرى احنا اخذنا قبل كده فلسفة البيئة ظهرت عشان تعالج المشكلات التي احدثها الانسان احدثها الانسان ليه نتيجة التقدم العلم والتكنولوجي من اللي عمل الاخطار دي من اللي عمل المشاكل دي الانسان فالانسان هو الكائن الحي الوحيد لانه مختلف عن الكائنات الحي الاخرى يقدر انه هو يأثر في البيئة سواء بالاجاب او سواء بالسلم يعني لو الانسان حسن وطور وعدل ونمى من البيئة هيبقى كده اثر عليها بالاجاب طب لو فسد وضمر يبقى كده هيأثر عليها بالسلم وهنشوف كده ابن خلدون وجهة نظره ايه قالك ان الانسان هو الوحيد القادر على تعمير البيئة يعني هو الكائن الحي الوحيد باستثناء الحيوان والنبات هو الوحيد القادر عن هو يعمر البيئة وهللاقي دايما ان في كل تعريف ابن خلدون بيقوله او بيعرفه هللاقي ان هي كل تعريفاته تحتوي على كلمة تعمير لانه هو كان مؤسس علم العوران البشر فلذلك من وجهة نظر ابن خلدون الانسان هو الاقوى الانسان هو الارقى الانسان هو الوحيد انه هو يقدر يعمر البيئة وليس النبات وليس الحيوان فيه علاقة جدلية يعني علاقة فلسفية بين الانسان وبين البيئة واحنا قلنا ان العلاقة دي مرد بخمس مراحي اول مرحلة هنشوفها بعد بعد كده المراحل الاساسية لتعامل الانسان مع البيئة مرد العلاقة الجدلية الفلسفية بين الانسان والبيئة بعدة مراحي اول مرحلة اسمها مرحلة التقديس والتقليل دي اول مرحلة من مراحل علاقة الانسان او من تعامل الانسان مع البيئة هي المرحلة الاولى التي وجد الانسان فيها نفسه وحيدا وسط بيئة طبيعية موحشة ومقلقة لا يستطيع السيطرة عليها فعمل ايه لجأ الى تأليه او تقديس الظواهر البيئية والطبيعية المحيطة يعني ايه الكلام ده الانسان البدائي لقى نفسه ان هو مش قادر ان هو يتعامل مع البيئة لا ان في حيوانات متوحشة في حياة مقلقة فمش قادر ان هو يسيطر على الحياة اللي حواليه فابتدى ان هو يقدس الظواهر الطبيعية اللي موجودة طبعا هو فشل في السيطرة على الحاجات اللي موجودة حواليه او على البيئة المتوحشة ديه كان راجع الى ما عندوش علم ما عندوش تطور ما عندوش خبرة فيه تأخر في تفكيره فيه تأخر في اراءه لذلك لجأ الى عبادة وتقديس تلك الظواهر الطبيعية وهنشوف على سبيل المثال البابليون والهنود واليونانيون القدماء اتخذوا آلهة من مظاهر الطبيعة والكائنات الحية البابليون اللي هم اهل البابل في العراق ما قدروش ان هم يتعاملوا مع البيئة لقوها ان هي بيئة متوحشة او مقلقة اتدوا ان هم يعبدوا كثير من الكواكب الهنود الهنود اللي هم الهند لحد الوقت بيعبودوا البقر ليه شايفين ان الظاهر الطبيعي اللي موجودة تستهل التقديس والتقليل اليونان اهل اليونان عبدوا كثير من الآلهة واخذوا منها رموز للخير يعني مثلا الاله ده كان اله خير الاله ده اله حرب الاله ده اله سماء فالبابل اهل بابل او الهنود او اليونان خدوا آلها من مظاهر الطبيعة اللي كانوا عايشين فيها تاني مرحلة عندي اسمها مرحلة التفسير والتوظيف يعني ايه يعني الانسان ابتدى ان هو يفسر كل حاجة حواليه ابتدى ان هو يوظف كل شيء لمصلحته فمثلا هنقول ان المرحلة دي بدأت مع الحضارة اليونانية وظهور فلسفات طبيعية جديدة وتطورها حتى مطلع العصر الحديث طيب كانت الفلسفات الحديثة الطبيعية دي بتتكلم عن الطبيعة كل ما فيها فاي حضارة هنلاقي ان هي يقاس تقدمها بمدى قدرتها على تفسير الطبيعة يعني الانسان لو قدر ان هو يفسر الطبيعة قدر ان هو يسيطر عليها فعلى سبيل المثال هنلاقي ارستو نجح ارستو في تفسير العالم الطبيعي العالم الطبيعي اللي هي الارض من حواليه او الطبيعة او البيئة والذي استندى الى ان الارض هي مركز العالم الطبيعي يعني ايه يعني الارض في المنتصف والشمس والقمر بيدوروا حوالين الارض طبعا دي كانت مقولة خاطئة لان المفترض ان الارض هي اللي بتدور حوالين الشمس والقمر بيدور حوالين الارض بس نجح اريستوف ان هو يفسر ان الارض دي هي مركز العالم كله هي مركز العالم الطبيعي ومركز البيئة ولا ان البيئة كل ما فيها من كائنات حية وظواهر الطبيعية ربنا خلقها لخدمة الانسان فكل ما موجود في البيئة مسخر لخدمة الانسان التفسير ده فضل مسيطر على كل الفلسفات وعلوم هذه العصور هلأ ان الرأي ده بيتطفق مع رأي ابن خلدون اللي احنا خدناه قلنا في ايه ان الانسان عند ابن خلدون هو الوحيد القادر على تعمير الارض وكل ما موجود في البيئة مسخر لخدمة الانسان نفس بالضبط رأي اريستو هلأي برضو اريستو قالك ان البيئة كل ما فيها مسخر لخدمة الانسان وجهة نظر اريستو جعلت الانسان يشوف نفسه ان هو الاقوى والارض فبدأ الانسان يفهم ويفصر ويحلل ويوظف البيئة لمصلحته ناخد سؤال على الجزء اللي فات اختر الاجابة الصحيح نادى اخناتون بتوحيد الالهة في اله واحد ورمز له بقرص الشمس واطلق عليه اسم آتون يعقل ذلك احدى مراحل علاقة الانسان بالبيئة وهي مرحلة بصوا جماعة ادم فيه عبادة ادم فيه الهة ادم فيه توحيد تقديس تقليل فهتبقى مرحلة التقديس والتقليل ناخد سؤال تاني الفكر العقلي والنظرة الفلسفية التي كانت سبب في نقل الصورة الحقيقية للكون وكائناته الحية لخدمة البشرية يعقل ذلك احدى مراحل علاقة الانسان بالبيئة وهي مرحلة هنا بيتكلم على مين؟ على الكائنات الحية وان هي بتخدم الانسان وبتخدم البشرية طيب الكائنات الحية كلها مسخرة لخدمة الانسان دي مرحلة التفسير والتوظيف يبقى احنا كده اخدنا اول مرحلتين تالت مرحلة مرحلة الاستغلال والسيطرة طيب في الاول الانسان ما كانش يفاهم البيئة فقدسها بعد كده فهمها وفسرها ووظفها لخدمته بعد كده هنلاقي في مرحلة جديدة اسمها استغلال الطبيعة او الاستغلال والسيطرة ظهرت هذه المرحلة مع ظهور العلم الحديث كان الفلاسفة والعلماء يروا كلما نجح الانسان في ان هو يفهم الظواهر المحيطة به باستخدام المنهج التجريبي اللي هو اجراء التجارب كل ما قدر ان هو يستغل كل الموارد اللي موجودة ويسخر كل الكائنات الحية لخدمته يعني لو قدر الانسان يفهم كل الظواهر يفسرها ان هو يوظفها هيقدر ان هو يستغل لها لصالحه بس كان فيه مشكلة في المرحلة دي مشكلة المرحلة دي كانت ايه لو الانسان ادر ان هو يفهم ويوظف الظواهر الطبيعية اللي موجودة باستخدام المنهج التجريبي ادر ان هو يستغل الموارد وينتصر عليها وينتصر على كل المشكلات ويحقق تقدمه ورفاهيته بس سلبيات المرحلة دي وهي المرحلة الوحيدة اللي ظهر فيها سلبيات بالرغم ان كانت بداية مع ظهور العلم الحديث وقدر الانسان ان هو يستغل كل ما موجود في البيئة او في الطبيعة الصالحه الا انها كانت فيها نظرة الحديث عن كائنات الحية الاخرى يعني ايه؟ يعني الانسان ابتدى ان هو يقل الحديث عن الكائنات الحية الاخرى من الكائنات الحية الاخرى؟ الحيوان والنبات يعني الإنسان في المرحلة دي كان إنسان نفعي أناني بيبص على أن هو يحقق تقدمه ورفاهيته حتى لو على حساب الأجيال القادمة حتى لو على حساب الكائنات الحية الأخرى فابتدى أنه هو يستفاد من الحيوانات عن طريق أنه هو ياخد الجلوب بتاعته ويستخدمها لصالحه يبتدي أنه هو يعمل قطع جائر للأشجار يبتدي أنه هو يعمل انكراض الحيوانات كل دي كانت وجهة نظر الإنسان أنه هو يستفيد بالبيئة حتى لو على حساب اللي موجود في البيئة ناخد مثال إعادة تدوير المخلفات واستغلالها يعني الاستفادة منها في تصنيع مواد أخرى مفيدة يبقى وقت نظر الإنسان واستخدام المنهج التجريبي قدر أنه هو يعيد تدوير المخلفات ويستخدمها لصالحه ناخد رابع مرحلة مرحلة القهر والاستبداد هو عمل في الأول قدس وبعدين فصر وبعدين استغل المرحلة دي كانت مرحلة خطيرة وتعتبر من أسوأ المراحل لأن الإنسان قدر بتقدمه العلمي أن يقهر البيئة يسيطر عليها يولد العديد من الأصار السلبية أو المشكلات على البيئة وخاصة على الكائنات الحية الأخرى مثل تهديد الحياة البرية وحياة الإنسان نفسه بسبب إحداث تحولات خطيرة على أشكال الحيوانات والنباتات يعني كل ما زاد العلم كل ما زاد قهر الإنسان للطبيعة فبالتالي أثر بالسلب على الطبيعة يعني معنى كده أن العلم غير مفيد؟ لا طبعا العلم مفيد بس الإنسان ما أدرقش المخاطر والمشكلات الناجمة عن التقدم العلمي والتكنولوجي وابتدى أنه هو يتعامل مع البيئة بشكل سيء لدرجة أنه هو هدد الحيوانات البرية هدد النباتات هدد الحياة كلها وعمل تغيرات خطيرة على الحيوان والنبات تطور تكنولوجيا الهندسة الوراثية والاستنساخ مما أدى إلى تغير طبيعة الكائنات الحية وأعمارها وأشكالها احنا هناخد في الموضوع الثاني حاجة اسمها البيوتيقة وهندرس في البيوتيقة حاجة اسمها الهندسة الوراثية اللي هي الـ DNA والاستنساخ هناخد في الـ DNA هناخده باستفادة في الباب الثاني أن كان له أثار جانبية والاستنساخ عبارة عن عمل صورة طبق الأصل من كائن حي معين يعني هعمل من الحيوان ده صورة طبق الأصل صورة بقى كم صورة 50 60 المهم لنا هعمل صورة طبق الأصل ده صح ولا غلط لا طبعا هو تقدم وتطور بس أثر بالسلبة على الكائنات الحية على أعمارها على أشكالها ناخد كده نتشوف مع بعض الأمثلة اللي موجودة رفض دكتور مصطفى محمود الاستنساخ ورأى أنه صورة عبسية لأن حكمة الخالق تظهر في تنوع أشكال الحياة هو أنا لما أعمل صورة طبق الأصل من كائن معين هعمل 100 نسخة معنى كده هيبقى فيه تنوع في أشكال الحياة لا طبعا يعني معنى كده أن ده تقدم بس صورة عبسية يعني كان فيها لهوة أو كان فيها إضرار بالكائنات الحية الأخرى حكمة الخالق هتظهر في أن لازم يكون فيه تنوع لازم يكون فيه تفاوت في أشكال الحياة إفراد الإنسان في استخدام المبيدات الحشرية ده معنى أن هو هيأثر على النبات كمان والأسمدة الكيموية في الأراضي الزراعية أدى إلى حدوث إخلال في التوازن البيئ طيب لما الإنسان استخدم المبيدات الحشرية والأسمدة الكيموية أثر بمين أثر بالسلب على مين عليه أول حاجة إصابته بالعديد من الأمراض على النبات نفسه وبعد كده على الحيوية يبقى معنى كده أن الإنسان استخدامه للمبيدات الحشرية والأسمدة الكيموية ومدى تقدمه ومدى علمه أثر بالسلب على إحداث خلل في التوازن البيئ ناخد مع بعض آخر مرحلة آخر مرحلة مع بعض اسمها مرحلة الإحترام والصوم هي المرحلة التي نحياها الآن فيها تنبه العلماء والفلاسفة إلى خطورة الآثار السلبية المترتبة على التقدم العلمي البشر فبدأوا يحذرون من العبز بمقتدرات الطبيعة ودعوا إلى يعني إيه الكلام ده يعني المرحلة دي هي المرحلة اللي احنا منعشها دلوقتي الإنسان بعدما عمل ضمار للبيئة بعدما ابتدى يتعامل معها بالسلب بعدما ظهر آثار سلبية على البيئة ابتدى أنه هو يفوق لنفسه ويقول لا المفروض أنه نحترم البيئة وحافظ عليها طبعا بعدما خسر كل حاجة وابتدى أنه هو يعمل انقراض للحيوانات وابتدى أنه يأذي النبات وابتدى أنه يأذي الكائنات الحية اللي حواليه عمل إيه العلماء والفلسفة؟ دعوا إلى وضع التشريعات والقوانين اللازمة لحماية البيئة الطبيعية وحقوق الكائنات الأخرى بمعنى أن الدولة لازم تحط قوانين لازم تحط تشريعات عشان تقدر أن هي تحمي البيئة من أي شخص يحدث خلل في التوازن البيئة طيب لو حد ما قدرش أنه يمشي على القوانين دي تتعرض للمسألة القانونية يبقى الدولة هتقدر أن هي تحمي البيئة عن طريق وضع تشريعات وقوانين ثاني حاجة إيقاظ أخلاقيات البحث العلمي التي تحمي حقوق الكائنات الأخرى يمين الكائنات الأخرى؟ الحيوان والنبات والمطالبة بحقوق الأجيال البشرية القادمة يعني لا يجوز أننا عرض أي كائن حي للخطر من أجل مصلحة من أجل منفعة لازم أننا أطالب بحقوق الأجيال البشرية القادمة أمثل على كده عدم إجراء تجارب على الحيوانات في المعامل إلا للاستفادة البشرية بما لا يضر البيئة وهناخد بعد كده الفلاسفة الغرب ورأيهم في الحفاظ على الحيوانات يبقى أول حاجة ما ينفعش أننا أجرب على الحيوان إلا لما يكون فيه استفادة من ورد تجربة دي تاني حاجة تفني النفايات الزرية بعيدا عن المناطق السكنية وفي أعماق كبيرة حتى لا تؤثر بالسلب على الكائنات الحية ناخد آخر حاجة ملحوظة هامة جدا أنا من ساعة ما بدأت وعمل أتكلم عن حاجة اسمها فلسفة بي اي وقلت أن هي فرع من فروع الفلسفة التطبيقية ظهرت عشان تعالج المشكلات التي أنتجها الإنسان بسبب التقدم العلم والتكنولوجي طيب مرحلة اللي احترامه الصون معناها أن الإنسان بيحافظ على الطبيعة بيحترم الطبيعة بيصول الطبيعة معنى كده أن الفلسفة البيئية أو الحفاظ على البيئة جاء جديدا يعني أن أنا بحافظ على البيئة دلوقتي بس ولا كان منذ القدم يعني أن نشوف مع بعض أن الحديث عن مراحل علاقة الإنسان بالبيئة وخاصة مرحلة الاهتمام أو الاحترام والصون واهتمام الإنسان بالبيئة مش معناه أن الإنسان ما انتبهش إلى أهمية احترام البيئة الطبيعية إلا مع ظهور فلسفة البيئة المعصرة أمال إيه؟ يعني معنى كده أن الإنسان انتبه لأهمية البيئة دلوقتي؟ لا هو مش من دلوقتي أمال من إمتى؟ الحقيقة تتضح بأن الكثير من البشر والمفكرين في مختلف الحضارات الإنسانية ومنذ القدم منذ الحضارات الشرقية القديمة عند مصر والصين وفارس وبابل وأشور والهن كانوا على وعي وعلى يقين بأهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية ليه؟ لازم أحترمها لازم الإنسان يكون وعي بأهمية الطبيعة وأهمية البيئة والحفاظ عليها وعدم قهرها واحترم كل حق الكائن حي موجود في الطبيعة يعني أحترم حقوق الكائنات الحية الأخرى أحافظ على البيئة الطبيعية لأن البيئة دي لها مكانة نافع للحياة البشرية هي السبب في استمرار الحياة هي السبب في إحداث التوازن بين جميع الكائنات الحية الموجودة فلذلك مش معنى لأنا بتكلم عن الفلسفة البيئية وعن مراحل تطور علاقة الإنسان بالبيئة إن اهتمام الإنسان ظهر حالياً اهتمام الإنسان بالبيئة ظهر منذ القدم وبكده نكون خلصنا الجزء ده ونشوف الأسئلة اللي جاية على الجزء ده اختر الإجابة الصحيح كان لوجود الصورة التكنولوجية في شتى المجالات أثر بالغ على الطبيعة وتوصل الإنسان إلى جيناتها للنوع البشري وعلوم البيولوجي وتحول الطبيعة يعكس ذلك إحدى مراحل علاقة الإنسان بالبيئة وهي مرحلة في تكنولوجيا في جينات في استنساخ في هندسة ورصية دي مرحلة تعكس مرحلة القهر والاستبدال نشوف سؤال تاني كانت دعوة بيكل إلى منهج جديد للعلم هي دعوة للاستفادة من المواد الطبيعية لخدمة الإنسان وتحقيق أهدافه تشير الدعوة إلى إحدى مراحل علاقة الإنسان بالبيئة وهي مرحلة هو هنا بيتكلم عن مين؟ عن دعوة بيكل لمنهج جديد المنهج الجديد ده هو منهج إيه؟ منهج الاستفادة من المواد الطبيعية معناه في منهج جديد يعني في استغلال وسيطرة لأن المنهج ده كان منهج تجريبي اللي هو ظهر في مرحلة الاستغلال والسيطرة وبكده أعزائي الطلاب نكون وصلنا نهاية درس اليوم على أمل في لقاء قريب في درس جديد من مادة الفلسفة والمنطق فإلى اللي هو